أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وكلفنا بمهمتين عظيمتين أساسيتين هما عبادته سبحانه وتعالى وعمارة الأرض فقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها العبادة والعمارة من شروط تحققها ومن شروط قبولها أن يكون عمل الإنسان وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الأبرار الذين يتصدقون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ولا شكوراً إن الإخلاص في العبادة والإخلاص في العمل أمر مهم جداً بل إن قبول العمل وقبول الطاعة وقبول العبادة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأن يكون العمل خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى لا يكون فيه رياء حتى سدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الرياء حينما تحدث القرآن الكريم وتحدث الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن أهمية الصدقة وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآية ثم جاء في الآية التي تليها وجه المؤمنين إلى أمر مهم جداً حتى تقبل هذه الصدقة الصدقة من أفراد العبادة لله سبحانه وتعالى بيّن الله سبحانه وتعالى ووجهنا إلى أهمية أن تكون هذه الصدقة خالصة وأنها إن لم تكن خالصة فهي غير مقبولة بل تكون باطلة فقال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ حَقَّ الْإِيمَانِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانِ الذي تريد أن تصل إلى الإيمان الكامل الصحيح الحقيقي لابد أن تهتم بشيء ما ما هو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاءِ إذا تصدقت أيها المتصدق ثم كلما وجدت من تصدقت عليه أخبرته بأنك فعلت له كذا وكذا وكذا وكأنك تمن عليه أو كلما جلست في مجلس تتحدث أمام الناس أنك تفعل كذا وأنك تفعل كذا وكذا كل هذا من الأشياء التي تؤثر في قبول العمل إن العمل والطاعة التي يبحث الإنسان عن قبولها مرتبط تماما بالإخلاص لله سبحانه وتعالى لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الإخلاص أمر مهم جدا أن يفعل الإنسان الفعل وهو يراقب الله سبحانه وتعالى فلا يكذب ولا يغش ولا يخادع الناس ولا ينافقهم نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن التعاملات المالية في البيع والشراء بين الناس إذا أراد الإنسان البركة فيها فليكن صادقا هذا الصدق هو فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى هو محقق للإخلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يعني البائع والمشتري بالخيار طالما أنهما ما زال في نفس المجلس ولم ينتهي المجلس بالخيار بمعنى أنه يمكن لكل واحد أن يستمر في البيع أو أن يرجع فيه البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق هذا هو الشاهد فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما طب وإن كانت الأخرى أنه ليس هناك إخلاص ليست هناك مراقبة لله سبحانه وتعالى هناك كذب هناك غش أو تدليس وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها المشاهد الكريم إذا أردت عملا مقبولا إذا أردت عبادة مقبولة فاجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى فإن الرياء وعدم الإخلاص مبطل للعمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا مقبولة وأن يبارك لنا فيها وأن يدخلنا جنته إنه سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته